اه اه او х… يا مامي ايه يا حبيبتي فيه ايه يا مامي أنا تعبانا وضايخة وبطنى بتوجعني يا حبيبتي دي من قلة التخذية انت مش بقلت اسبوع مابتاكلهش لحمه لاو لا انا بطنى بتوجعني وضايخة ونفسي غم عليا ايه بتقولي ايه يا مامي بقولك بطنى بتوجعني وضايخة ونفسي غم عليه Kilis بتوجاعك ودايخة ونفسي غمّة عليكي؟ أيوه! يعني حسب إيه بالظبط؟ بص يا! بص يا مامي أنا عادةً عادةً يعني ببقى على دراية كاملة بالأوجاع اللي بتحاجم جسمي بس المراتي اختلفت مع نفسي إزاي يعني؟ مش عارف مش عارف أنا ابتكرت قصي النباطي بتوجعني من اللحمة اللي دغدت بيها أنا وعادل برا لبيت مبارح وبهين قلت لأ احتمال كبير قوي تكون من الكباب اللي تعشنا بي أنا وعادل مبارح أو بقى من صندويشات اللحمة اللي أكيد حضرتك فطرت بيها النهاردة وبتقولي إنك ما بتكليش لحمة لا لأ لأ دي كانت كويسة طيب آآ في ريحة معينة كده أنت ما بتطقيهاش ريحة عادل مش طيقاها طبوا البيت مش طيقوا يا مامي ومخنوعة منه حافظ طيب ما نفسكيش كده في أكلة معينة كده حاجة حرشة آآ لحمة آآ آآ طب ده رقى يبقى إيه؟ إبقى إيه؟ با عانا؟ لا يا خبيبتي بق Seráآ لي با الموضوع دة لازم يفضل سر آآ هآ داري على شماعيات اكتئيد الموضوع دة بالذات مش لازم تتكلمي مع حد في خالص يعني يا امامي سري إيه؟ لمساك لمساك إيه يا خبيبتي انتحار ها 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 ايه كنت تقولي يا مجيدة درواتي انا كنت بقولها يعني ان انا حاسة انها هتعبانة علشان كنت فاكرة انها اكلت اللحمة اللي انت كنت شيلها في التلاجة يعني اه عشان كنت بقنبها اه بحسب كويس انها كنت انامل اول شك ان اللحمة دي لحمة حمير وكنت أعلنها كلها فظلني تلها في محله ها 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 يا خفيفة اما او زيسها كنت تهم بس المهمة الموضوعه欢ق في السر اتكين سام عميمة اتي حامل مجيدة جنت عارفة انت كذبة متى كذبه عميمة انت حامل اه اه ماربش معاربش وبلاش اليسطو特別 الوقتي ده معايا انت حامل ولا مش حامل انت مالك انت انت مالك هههه noche ايه بده انت اللي aven Sa stationsir ايهان الا انا هتدخل ده مفيه سر في البيت ده يستخب علي ويه finalement انا مالي صحيح اه انا مالي انت او احرار أنا ما ليش دعوة أولاها ببعضيكم بالنسبة لفكرة إن الموضوع ده يبقى السر بينا قائمة ولا؟ يعني إيه بالزهاب؟ طبعاً قائمة إيه؟ يتقولي لحد في البيتة بمفتريين ويقولوا لبيتة إيه ده؟ إيه ده؟ مزعارين سنة ليه؟ بتقولي أنت مالك يا ماما إيه ده؟ محدش أبداً يقول لي سنة كده يا جامي أنت بصي مفيش حاجة في البيتة تستخب على بنتي أبداً وهو فيه حاجة بتستخبها في البيت ده أصلاً وهو فيه حد قادر يندق في البيت المده ولده خلاص مش عاجبك هوينا قاعدين على قلبنا لشغلة ولا مشغلة ما تأمنوا بلؤمككو ربنا يا خليكي ليه يا ماما يا رفع راسي من غير الكل وزمانهم زلوني بيعيرون يا ماما بيعيروني عشان أنا مش بخله عايزة رجعي إيه ده؟ عايزة ترجعي ليه؟ عشان هي حامل يا ماما لا 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 أعودي أعودي استريحي يا أختي أعودي أم شادرة بس معلش يا حبيبتي من هنا وريح كلنا هنخدمك هنشلك عليك فوف الراحة لا يا طب لا ما يفعش البيت والساق جداً لازم يندف والمواعين واللكوام كوام 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 في الحوت لازم حد يخسرها فوف ريحي ريحي ولا يهمك بنت يا سناء نعم يا ماما روحي نضافي البيت واخسري الطباق أنا يا ماما؟ أيوة انتي ولا كلمة وما تعمليش دوشة عاوزين نريح رانية خالص يلا مستني يا إيه يا ماما؟ امشي حتبقي حامل في ولد يا السلام وعرفت منين بقى أنه ولد أنا فهمها وهي طايرة من فروة شعر ياسمين وأنا بسرحها ليه ده؟ ايه كلام البلديون اللي بتقوليه دوت والجهل والخرافات دي؟ خرافات وجهل واللي انتي قلت علي ده؟ بكرة تقولي إنعم قالت سلام عليكم ايه صوت الزغارية الجميلة دي؟ ها؟ مين هيمشي نووي فضلنا بقى مكان أنا خلاص؟ نويت ان انا ان شاء الله اعمل هوم سينما لا يا عادل من هنا ورايح مفيش سينما كل قرش توفره علشان الضيف اللي جاي كده وفيه حد هيجي غير اللي عندنا أصلا يعني ولا ايه؟ يا حبيبي ألف ألف مبروخ مراتك حامل ايه ما جيه ده كنت عاوز أنا اللي أقوله الأول الهوم سينما ده بقى اللي هو يتبقى بقى شاشة اللي هي بلازما أو LCD كده هول هي كبيرة ومعها سماعات بقى لها سرون والواحد يبقى قاعد في وسط الأول مين اللي حامل؟ مراتك يا حبيبي حامل مبروخ يا حبيبي يتربى في عزك يا قلبي اه لا مادم مش هيتربى في البيت ده بقى خلاص بقى ماذا انت بتقوله ده؟ مش بتقوله هيتربى في مالجأ بقى؟ مالجأ ايه حبيبي يتربى في عزك عزك فيها عاجل؟ أنا ليه كده حاسة في صوتك؟ بنبرة صخرية مخلوطة بالأسف الشديد زي ما انا حاسس في صوتك بنبرة استعباط مخلوطة بنبرة هبل يا هان احنا مش متفقين ان احنا ننظم؟ ننظم ايه يا عم انت؟ هو احنا قدرى يا غير بنت مسكينة واحدة ياسمين محشورة جوا في الهودة؟ طيب ما ده احنا طول الوقت بنضع ربنا ان احنا اللقلها سرير فاضي تنام عليه؟ جاية دلوقت عايزة تخلي فيه؟ يا انا هارسوها تخليب بايب؟ يعني انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ حضرتك احنا وفرنا حتتين لحمة مبرح بالله عافية لما نمت فكايتش موجودة في البيت لكن مقدرش اوعدك ان حتتين لحمة دول هيتوفره كل يوم يا عادل الولد بينزل برزقه؟ ينزل برزقه هي باس يا ماما يعني هيبقى الوقت لسه مولود والدكتور بيضربه على ضاهره يقوم منزل شتن بوقه انت رايح فين انت؟ رايح بقى اشتغل؟ ما انا خلاص بعد كده ما فيش اقعات في البيت هشتغل عشان اوفر الاكل والشورب والبامبرز داخل المدارس وغير بقى يا انا انت كاترة والا انا ده انا مجرد ان انا رفت كارت ضغط بقى الكل بقى هيموت من الفرحة الف مبروك يا دولة الف مبروك والله فرحت لك من قلبي ياه اخيرا هتبقى قبض اخيرا هبقى ايه اما الياسميني تبقى بنت خالتي يعني دولة ايه انت شكلك كده مقاريف ومش لامح خالص في مظاهرك انتسامات ولا ايه حاجة في ايه انا يا رامزي اصلا ما كنتش عايزة اخلف دلوقت خالص ليه يا دولة هو انت اللي هتخلف دي مراتب ده انت مخزن غباوة يا له الله يخليك يا دولة انا قد ما كنش عايزة اخلف دلوقت انا كفايا المسئولية اللي عندي عندي في البيت ست ستات وانت عندي انه وفي البزار دي كلها مصاريف انا كنت مستني واحدة منهم بس تخرج من البيت وبعد كده افكر في حكاية الخلفة ليه بس يا دولة دي العيال دولة هم اتعزوا يا دولة وهيملوا عليك البيت وهيفرحوك يا دولة يعني انت مثلا لما تيجي تعجز ولا تكحكح مين هيشيلك جرعيالك بس لقيتها يا لقيتها خلاص كده الحمد لله اتحلت ما بقيتش بيه مشكلة انا ان شاء الله اول ما اخلف النونو ده هاستغنع عنك خالص يا لها ارفدك خلاص لا انت اعترضى يا دولة اتشردني كدوان في الشوارع كدوان في الشوارع كدوان زي ولاد الشوارع وبعدين ابنك يعني لما يجي اتخرج للدنيا مش هي لا ابن عم ابوه ابن عم ابوه يعني دي حاجة مش مهمة خلص وبعدين حط نفسك مكان يا رمزي يعني ابن عمي ولا ابني ابني يا ابني دي انا غالي طبعا ايوه دولة بس برضو يعني المثل بيقولك انا ابن عمي على الغريب وبعدين ابنك دوان ابنك اه بس لسه يعني لسه مش منسوب الهوية فيبقى غريب يا رمزي قد نفسك مكاني انت تكلفتك عالية يا ابني ايوه دولة انا عارف ان انا تكلفت عالية بس انت ممكن تلاقي ناس كتير اوي ارخص مني بس الغالي تمنوا فيها دولة وعلى فكرة بقى انت لازم يعني خليك عندي نقوف البزار وبعد كده ابيعك بسهر عالي ولا استنى عليك بقى الغاية تما تقدم زي الاثار كده هو ابيعك بقى ارقام خالية اللي اتنين يا دولة لا 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 انت بحتاج عشان تبقى اثار يعني محتاج مئات السنين هيمروا هوا لا يا رمزي انا وصلت الحل كويس والحمد الله ربنا كرامني بيه انا هستغنى عنك اول ما النونو دايج لا النونو يا انت يا رمزي لا انت بقى كده هو انت اللي غلطت علشان انا هحط النونو بتاعك دول في دماغي من جوة وانت عارف لما بحط البنية عدم في دماغي ايه اللي بيقفل دماغ مين يا دي اللي تحط فيها يا ابني في ايه ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ايه دي ده دماغك فاضي اصقى ولا ولا ام 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 روح نظف الشارع قدام البزار الشارع كله ايه ماش 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 مزيج يا ايران يا في ايران لو سمح لو سمحت مش عايز أتكلم معك عشان انت استبقى في دموعي دي كلها اه الهيرمونات اشتغلت فهاب يا رين يا ابا لماذا نتكلم حاضر وده شيء متوقع طبعا منك ما عندكش استعداد انك تطيب وخاطري على أساس ان انا ما سويش عندك مصلة خلاص يا راني تعالي نتكلم مفيش اي كلام ممكن تقوله عادي هيمحي صدي واحد من جروحي او هينشف دموع المبللة على خدودي لأ مدام وصلت لدموعك المبللة على خدودك انا متهالل حاجة الوحيدة اللي ممكن تنشفها بقى يا رانيا انك انت تقف في الشمس بس الشمس بتنشف على طول اللي خدود المبللة دي بس استني بقى للصبح يا لأ تسبوع على خير خسارة خسارة يا ربي خسارة وانا اللي كنت فاكرة ان دموعي هتحرك ما شعرك لكن الواضح ان انا براهن على الاستحالي لأ مدام وصلنا على الاستحالي يبقى تحالي بقى وليلي ايه اللي بسعالك هي اوه واني ايه نجيب كلام للناس يقولوه احنا هنقفض الليل كله بقى افنا اجيب سرور ولا ايه انا عايز اغرف حاجة انت ازاي تعمل في الموقف ده موقف ايه يا هانم موقف اي ده للا اساسا متداي افندم اه طبعا احنا مش متفقين ان احنا هنأجل موضوع الخلفة دي لغاية المظروفي تتحسن اه يعني ايه يعني ايه يعني انا هتخلف تاني اه يا عاد انا عمري ما اسمع كلمة ماما وهتحرم منها يا فريسوح يارا اه هو انت مبتحتكيش بياسمين بنتنا خالص ولا ايه ايه ياسمين بنتي حبيبتي عادل انا مقدش استغنى انا بس انا برضو كل ما اشوف ياسمين احنا من انا بقى عندي بيبي صغير نونو بيحبي بيتحق بيكسر بيعمل اي حاجة نفسه فيها ايه يا حبيبتي ما احنا كل ده مرينا بيه مع ياسمين وعندنا شراية فيديو مصورينها طول الوقت احنا نتفرج عالشراية زي ما انت عايزة اي حاجة فيها عيات نجريها اي حاجة فيها بتحبيبتي لتلعب بالكسر نبطها ونعد نتفرج براحتنا عادي يا عادل يا عادل انا نفسي في نونو سخنطط كده حبيبي انا عبيه هشتكو ادلع نونو نونو بلاش بلاش كل ده هنقلو يا اخي معلوماتي عن الحياة عن المجتمع عن الثقافة اقولو هتقول ايه لو يا عيني يا نونو هيستحمل ايه اقول ايه يا طفلات ايه انت منفسكش في بيبي صغنطط يعني انت عايزة الحق ولا ابن عمه لا الحق الحق لا مش نفسي بقولك يا عادل انا ما عنديش استعداد اجيبا لبطني ده وانت واخف منه موقف حيادي انا يا ماما مش واخد موقف حيادي انا واخد موقف عدائي اهدعي نظر عادل احنا دخلين على ايام سودا انا محتاج الناسة توقف جاملي وتعامل نفسيا ايه انا لازم ابقى مستقرن نفسيا عشان معرف ادعمك نفسيا ما ينفعش تعالى معي اجي معاك فيه تعالى بس يا عادل اقولك حاجة انت لازم تخش في المود شوي اخش في المود نعمل ايه يعني اصحى يا سمين بنتنا عشان اغلها حاضر يا سفتي حاضر نوم نشوف اخرتها شايفي عادل؟ شايف الحلاوة والجمال؟ دي هدون يا سمين وهي صغيرة طنطق نعم طلعتها من تحت السرير عندنا شايفي عادل؟ شايف حلوة ازاي؟ تجنن مش كده؟ كما تدوري كده شوفي واحدتين بامبرز ولا حاجة نوفر شوية عشان مولودك ديه؟ بص يا عادل المرات دي امرادك هتخلف ولد لازم تسميه على اسم ابوي على الله يرحمه وإلا هتخسرني؟ مش زي المرة اللي فاتت تسمي ياسمين وما تسميهاش على اسمه امي الله يرحمها؟ اي يا ماما يعني امك الله يرحمها ازاي يسمي بنتي على اسمها اي؟ لوحز وانا ابقى لوحز ودي امه لوحز ازاي يعني يا ماما؟ وما لها بقى لوحز ان شاء الله ولا اي حاجة يا تنطقوا بس اسمي بلا هادة بلا دلالة طب والاسم جيد؟ عطريس مالو عطريس كمان مالوش يا ماما بس هو يعني اسمه منتشر اولي ومن دول انا بقولك ايه بقى؟ انا ابني بنتي حيتسمى على اسم اخويا فاكر ها؟ وبعدين احنا متفقين على كده من اول يا حماتي فاكر ايه؟ اسم ابني فاكر معقولة يعني عزب الودو داخل المدرسة يعني بعد كده اي حد يقول له ايه مسلا هو داخل مساء الخير فاكر عادل يقول لا مش فاكر ويه دا يقول ايه ديه؟ ايه تبطروا على اسم خالي انا؟ اسمال على خالك الاسم ريحان ما انا ما اقولش ان احنا هنسمى ابننا ريحان ليه ان شاء الله؟ ايوه ماما يعني باسمه ريحان عادل تحس كده انه مش اسمي ولد صغير تتحس انه اسم شجرة ايه جبت الحاجات كلها؟ ايوه يا ماما وتعبت جدا اتهد حيلي اه وانا جاية كمان فطت على الخضري جبتلي الجزر وكوسة وبطاطس وطماطن عشان حبيبة قلبي تيت اتعشع كويس قوي ماما عايزة ميني حاجر لمنام انا اتهد حيلي النهاردة تحب لمنك الجزم بتاعت البيت كلها اه لما هلك وشه وضهر؟ لا خلي الجزم له بكرة دلوقتي خشي على الحوض اكسن الكوبايات كلها يا ماما يلا مالك ياسمين في ايه؟ خلتو نجلاء بتقول ان انسي يجيبي بيبي وترميني وهتحبي اكتر مني نص عليك يا نجلاء ده الكلام الفارغ ده ايه اللغتك بتقوله ده تعال يا اسمين تعال بص يا حبيبتي مفيش حد نقدر نحبه اكتر مني خالص البنت بنت والولد ولد يعني البنت عندها اللعب بتاعتها الرقيقة اللي بتوع تلعب بيها الولد بقى عنده لعب تانية خالص يبقى عنده مسدس يبقى عنده كورة او مثلا ممكن يتفرج معي عن ماتشاط او ناد بس انتي باردو بنتيتنا الجميلة استحالها نحبه يعني اكتر منك معقولة معقولة ايه يا اسمينة احلى منوتة في الدنيا بص البابا موسيقى تعال 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 أليان؟ ايه دولة؟ انت بتسرق الخواجات ايه Blair انا بنا ابتسم مفيش خواجات اه دولة مش فيه خواجه يشريب بقى انت بتسرق ويه خرمت بقعد بقعد عايزك في حاجة مهمة جدا ايه قول يا دولة خير ها دولة ايه؟ ايه قول يا دولة عايز في محيين انت مش فاهم يا لا مع السلامة يا رمزي يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ بقيتك؟ يعني جاب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي سافر انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى دولة لا لا دولة انت هتموتنوا لا يا دولة اه يعني هتودي نفسك في ستين ده يا دولة عشان خاطر كلب زيك اه هاي دولة انت عرفت نفسك كلب زيك بس انت ايه ما ورتك لا يا دولة اللي يعيشي شوف اكتر يا دولة انا مش يا ما سلتك ولا سلتني ولا هباب انت كفاء لحد كده بقى عليك ابوس ايدك يا دولة ابوس ايدك ابوس ما تسبنيش يعني اموت وودك نص سروتي سلتك يا محاف ده انت عندك بجامع هتديني البنطرول بتاعها انت كفاء عليك او بقى تحد كده مش عايز اموت لا مش عايز اعيش مع السلام يا رمزي عايز اعيش خفت يا معالي خفت والله صحي انا ما بخافش ولا حاجة دولة بس يعني ايه انا عايز اروح اغير البنطرولة عشان شكله تبل يا دي يا عبد يهبت مستس بينا انه هو لعبة وحطوا تل بتاعها اللي تتعمل كده هو يعني ايه ايه اللي بخوفك ده بتاع عطريس ده يا لأ ايه ده يا رانيا خليفت يا دي بصة في اول شهر خليفت امتى يا لأ ايه مرعة عطريس ده مين يا دولة ابن مين يعني؟ ابني برضو بس انا عارف اما عاد تفكرت مع نفسي كده هو حسيت برضو ان انا حنيت يا لأ حنيت للقبوبة القبوبة؟ الدولة هي القبوبة ديان غير القنبوبة عشان القنبوبة بس بتاعتنا تغيرت عايزين نخلص لا القنبوبة دي اللي هي الام والاب مع بعض ام بوبة لكن القبوبة ده اللي هو الاب الواحد ويعني لو بيحن بقى ان جايلوا ابنه اي ربيه وكده ايه اسرة يعلى دولة الحمد لله الحمد لله عارف ايه يا رمزي لو جيه ولد؟ طبعاً يعني هتسميه رمزي ده نقتله اخلي امه بتخلفوش يبقص وبطمعها ايه دولة بس انت ايه يا رفازة دي انا دولة طب انا هريحك يا عام انت تدوني ها؟ وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه ولا اتشربه ولا اتأكله ولا ليك دعوة بيه الواحد ده يعني اول ما يشد حلو كده هيجي انه هو يمسك البزار ومش عايزك بقى خالص يا رمزي لا انا هستنى لسه لغاية ما يشد حلو يعني عارف وهو بيحبي وهو بيحبي كده هيجي انه هو بالمشاية وهو بالمشاية يمسك البزار يا اهلا وسهلا بني في ورث ابو موتني يا حيواني همسكه البزار مش هستنى حتى لغاية ما يحمي هجيب صورة بتاعت السونار دي اخليه هو اللي يمسك البزار انا هو عايز حاجة؟ لا دولا مش عايز يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله يعني كمان تمن شهور ياه؟ هيبقى عنده كم سنة ساعتها دولا؟ هيبقى عنده عشرين سنة يا رمزي وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البزار في ايه؟ ماشي مفيش مفيش انا ماشي هنسعها دولا انا شايفك نص على فكرة تخير؟ شايفني نص؟ انا خليك ما تشوفنيش خالص يا سلام ازاي دولا؟ لنعناية ليك يا رمزي دولا انا عميد يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد؟ هوا هوا؟ يعني يا حضرتك شايف انها محتاجة تتزود هوا؟ ولا مسلا حضرتك حرام محتاج هوا؟ يا استاذ هوا اللي في بطنها هيبقى هوا اه يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه خطور على الجنين؟ بتحب مسلا ان نخليها تبلع بلوفر؟ ماليش يا عادد؟ ماليش بكرة تعوضون شو قلمتوا ليسا زغنانيين؟ نعوض ايه هو جن دخل فينا وهنعوضوا؟ ايه اللهجة اللي انت بتكلمك بها المنتخب القوم ده؟ لا يعني انا مش فاهمتي ايه يا حمادي فيها يا دكتور؟ انا اقلتلكم ماليش تنقوا 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 النقق ده محدش سمع كلامي يا استاذ الحملي كاذب الزهر المادام تقلت في الاكله على حاجة ايه كاذب؟ كذب علينا كلنا حملي كاذب لا عادل ارجوك وانا مالش فنوزك كده انت حدك بنتك ومرأتك وامتك وحمايتك وامتك ارجوك سيم المسدس ارجوك ايه ايه حمايت فيه ايه ده المسدس لا؟ ياسمين بتاعي اخودي ياسمين المسدس ده حاببتي خلاص يا عوبة المليدة انا عايز عروسة حاببتي ابقى اجيبلك عروسة ويبقى معاك المسدس تضربي بيه لعروسة انت اللي هتلعب لوحدك العاب بكل اللعب لوحدك يا ياسمين ايه يا راني زعلانة ولا ايه طبعا زعلانة زعلانة لاني اول مرة في حياتي جزء مني يجذب علي وطبعا زعلانة علشان انا مش هعرف اجيب النون امونا انا عمل ايه على المصاريف اللي انا صرفتها دي غير المسدس اللي انا اشتريته لان كنت ممكن ارجعه بس انا اصلي دربت طلقتين في رمزي يعني فالرجل كمان اللي بحولي كاتب يفضل بضاعة المباعة لا ترد ولا تستاه بالباية واستاب دمي يلا مش اشكالي الحمد لله يمكن عشان الواحد بس تبطر على النعمة في الاول فجات كده يعني مالحوقة يا عنا راني امونا انا كمان اتعلمت درس عمر يمهانسا اتعلمت ان انا مطلعش كل اللي في جعبتي للاخرين طب رايحة فين دلوقتي مع الاخرين لازم ترتاح؟ ارتاح؟ ايام الراحة خلاوة اسولت وانتهت قد اصبحت امرأة فارغة اصبحت امرأة فارغة؟ كمان لغة عربية في المواقف دي هياه 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 هيا họ هياه اقطة هياه هياه اطيخ اصرى رمز يخلوا ربنا مفكالم انا يا مطلح تعمل جمال سوفد وعناه كانوا ضيخ اتعلم يالا رمزي بقى اه بص بقى دولا ما تفكرنش يعني ان انا هرجع كده بالساهل لا ده انا هشيلك البزار وشيلك كل حاجة يالا رمزي فيه انت عايز يا رمزي اطرادة دولا ميت جنيه ما ينقصوش ماليم احمر اه اوفر يعني لو ادتك ميت جنيه نقصين الماليم الاحمر مع ان ما فيش مالاليم مش يتاخدهم دولا الستين جنيه بقى اللي انت هتدهم لي دولا هتدهم لي امتى ماش عم رمزي قرص علي ماشي الاربعين جنيه يا سيدي هتدهم لك بالتقصيد كل اسبوع تلاتة جنيه لا يا عم انت هتستقردني انا عايز دلوقتي خمسة جنيه عالترابيزة وبعد اللي بقى نصة اتجايا هتديك القصة الاول يا عم وصيبك من مقدم مش اشكال خالص تفاتل يا سيدي بقى دهم تلاتة جنيه مرضي مرضي يا دولا يلا ومتلنا بيهم بقى سندود شات يلا بسوء لا يهدونها هوا هوا ايه 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 وراجل بسلسلتات مانا راجل ومعايا سلسلتات موسيقى راجل بسلسلتات مانا راجل ومعايا سلسلتات موسيقى 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 موسيقى